انا اليوم حرة بد منك تكوني حرة ما تسمحي لحدا يرسم طريقك ما تسمحي لحدا يحطك بباكس او يحطك بقالب يرسملك انت شو بدك تكوني كوني انت المسؤولة عن قراراتك عن اختياراتك كوني انت عم بتحدد شو انت بدك تكوني بيوم القيام مرحبا واضح انا فوزية واحد عمري 28 سنة بيشتغل ميك اوب ارتست وناشطة بمجال حقوق الانسان فوزية من مجتمع عربي مش حيلة مجتمع عربي من بيئة محافظة جدا وهو مجتمع منغالج جدا بالرغم من الانفتاح يلي بيحكي عنه الفرد يلي عايش بهذا المجتمع انا من لبنان لبناني معترف ان هو منفتح ثقافة انفتاح كذا بس البيئة اللي انا المجتمع الصغير اللي انا طالع منه ما عنده هيدا النوع من الانفتاح و هيدا النوع من الثقافة عنا البنة بتكون محددة با اطارات معينة مشبورة يكون تموحة له سقف معين احلامة بدا تكون مصنفة ضمن قدرات معينة ما فيكي تحلم كتير ما فيكي تطلع كتير حتى ما فيكي تلبسشي انت بيرايحك ما فيكي تتصرفي تصرف انت بيرايحك الضحكة بتنحسب عليك النظرة بتنحسب عليك اي شي بتكوني عم تعمليه عم ينحسب عليك ويصنفك انت اي نوع من المرأة بتكون اللي خلى فوزيها تتمرد تعرضت لكتير كلام سمعته جارح من الناس اللي حواليها من مجتمعها طلع عليها كتير خبار قلفوا عليها كتير قصص لبعدين اللي وصلت فوزيها بيوم من الايام مردت لما اللي مردت وعاشت فترة طويلة كتير الحالة مع نفسها يعني حتى اهلا تطرق يكونوا شوي بعاد عنا لانو كنت مضطرق كن بمرحلة عزل بقى بهايد الفترة اللي عشت انا لحالي فهمت حالي وتعرفت عليها وعرفت انو انا شو بحب؟ شو بكره؟ كيف بدي يكون؟ كيف شخصية ده لفوزيها؟ فوزيها بعد خمس سنين عشر سنين عشرين سنين كيف بدا تكون؟ هل هتكون هي متلا متل ايا سبية مرأت بهالمجتمع بس خلقت عرفت اللي اهلا علموها هي اللي مجتمعها علموها هي ومشي تكفت بهايد المسيرة بالحياة ولا فوزيها بدا تكون هي عم ترسم شخصياتها اكتر شي كنت اسمع بانو رح تفوتي عالنار وقالله مش رح يسامحي والفتاوى اللعنات الشتاية من المثبات اكتر ابشع شي مسلا بس يبلش يسببوا الاهل انو اهلك اللي معرفوا يربوكي طب انتو شو بعرفكم اهلك بشو قطعوا معي بهالفترة اللي انا وصلت لهون اللي تغير شكلي بالدرجة الاولى اللي من جوه اللي بحسه انا واللي بعيشه انا بعضه نفسه قبل كنت انو بكون خباية خايفة يعني بدل عم بحسب الامور اكتر بدل عم فكر اكتر شو ممكن يقولوا عمي هلا شو ممكن ما انا محجب ما انا بدي يكون كذا ما انا بدي يكون كذا هيدا تخلصت منو احلامي صراحة مقلا حدود عندي كتير احلام على كافة الصعود بالدرجة الاولى قبل الانستاجرام وقبل الانفلونسر وقبل موضى اللامين حلمي بالدرجة الاولى انو اوصل للسلام الداخلة والخارجة واي شي قبل اي طموح بالمهنة وبالعمل اشتركوا في القناة